أهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند الترند ترند الترند النهاردة هيكون فيه موضوعات بارزة وعنوين مهمة جدا بالنسبة للكرة العربية والكرة الافريقية والمحلية خلال الفترة الحالية نبدأ مع بعض بتعديل تم ظهر اليوم على عدد من مباريات تجدول الدوري العام تحديدا مباريات الاسبوع السابع من الدوري العام بسبب تزامن هذه الموعيد مع مباريات كأس العالم لكرة اليد اللي هتنطلق في مصر ان شاء الله خلال الايام القليلة القادمة وبالتالي محتاجين نتابع مباريات كأس العالم ويكون فيه تمام كبير جدا بهذه البطولة وبالتالي مباريات قرة القدم عشان ما تاخدش الأنظار شوية من هذه البطولة تم تعديل عدد من المباريات ده كان تم بعد إعلان اللجنة السلسية أنها تعدل بعد موعيد مباريات الجولة السابعة طبعا البداية بإقامة مبارات تسموحة مع البنك الأهلي بستادي اسكندرية يوم الثلاثة 12 يناير الساعة 2 ونص بدل إقامتها يوم الجمعة 15 يناير أيضا كمان مباراة المصر مع الزمالك بستادي الجيش ببورج العرب هتكون يوم الثلاثة أيضا 12 يناير الساعة 5 بدلا من إقامتها يوم السبت 16 يناير مباراة الأهلي والإنتاج الحرب هتكون على استادي السلام يوم الثلاثة أيضا 12 يناير الساعة 7 ونص مساء بدلا من إقامتها يوم الجمعة 15 يناير إذن يوم الثلاثة اللي جاي إحنا عندنا 32 ونص وخمسة وسبعة ونص بدل ما تتلاعب المباراة يوم الجمعة والسبت ثم أيضا مباراة الجونة مع الاتحاد هتتلاعب في استادي خالد بشارة في الجونة يوم الجمعة 15 يناير بس بدلا ما تتلاعب الساعة 5 هتتلاعب الساعة 2 ونص مباراتي إمبي وسيراميكا كيليوباترا باستاذ بيتر سبورت وابيرامد زمع المأولين في الدفاع الجوي هيكون يوم الجمعة 15 يناير بدلا من إقامتهم يوم السبت 16 يناير كما تقرر إقامة مباراة الاتحاد السكندري وإمبي المؤجلة من الإسبوع الرابع باستاذ الأسكندرية يوم الثلاثة 18 يناير الساعة 2 ونص العصر ومباراة الإسماعيلي والمأولين المؤجلة من الإسبوع السادس هتتلاعب في استادي اسماعيلية يوم الثلاثة أيضا الساعة الخامسة مساء وأخيرا كما تقرر إقامة مباراة الانتاج الحرب مع سموحة ضمن الجولة السادسة في السنة والنصف عصر يوم الأحد 17 يناير في استاذ السلام تحديدا مباراة الانتاج وسموحة طبعا اتأجلت بسبب وجود حالات كورونا كثيرة جدا في فريق سموحة وبالتالي هذه المباراة في الجولة السادسة اللي هتتلاعب خلال الساعات القرارة القادمة اتأجلت ليوم 17 يناير ده تعديل مؤقت بالنسبة لعدد من المباراة طيب أروح بقى لحديث بخصوص مباراة الاهلي بالأمس أمام سوني ديب بطل النيجر في إياب الدور التمهيدي الثاني طبعا مباراة كانت موفقة لفريق النادي الاهلي قدر بيتسو مسماني ياخد اللوام احتاجه من المباراة مباراة فنية طبعا ما كانتش بالمستوى العالي نظرا طبعا لمستوى المنافس على الناحية الفنية فبالتالي قدر الاهلي يكسب بأقل مجهود بأربعة أهداف مقابل لاشيء وفي مجموعة المباراتين خمسة سفر ليتأهل إلى مرحلة دوري المجموعات المباراة مبارح فيها مكاسب عديدة جدا أول مكسب استعادت ساعة ديسمير وظهوره في الجزء الأخير من المباراة بعد ابتعاده عن الملاعب لمدة حوالي 13 شهر ساعة ديسمير بعيد عن الملاعب منذ ديسمبر 2019 أيضا من ضمن المكاسب أحمد ياسر ريان أحمد ياسر ريان تسبب في الهدف الأول وتسبب في الهدف الثالث أو تسبب فيه يعني بمعنى أضاق طرد حارس فريق سوني ديب طبعا كان منفرد بالمرمة وطبعا هذا التأثير أو هذا الغياب أثر طبعا فيه أداء فريق النيجر وبالتالي الفريق استكمل باقي المباراة بعشر لاعبين وبعدها مباشرة سمح لي الفريق أن يعمل نتائج جيدة وكان الهدف الأول لطاهر محمد طاهر من تمريرة رائعة للحاوي وليد سليمان لكن أحمد ياسر ريان تسبب في رقل التجزاء بعد طبعا تهور حارس المرمة البديل اللي نزل بعد طرد الحارس الأساسي وتسبب في رقل الجزاء أحرزها بدر بنون ده المكسب الثالث بدر بنون أول هدف رسمي له مع النادي الأهلي سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي بداية قوية تقدر تقول بدر بنون وضع قدمه بشكل رائع جدا داخل صفوف النادي الأهلي وسعد ساميري مبارا حتكلم على فكرة أن بدر بنون أصبح لاعب ضمن قوام الفريق لاعب مصري مش أجنبي ويتأقلم وانسجم مع الفريق بشكل رائع جدا ده مكسب مهم المكسب تاني الإضافة اللي عايز أتكلم عليه قهربة قهربة في كل مباراة حاليا سواء محليا أو إفريقيا بيحرز هدف في كل مباراة وده مكسب من المكسب المهمة جدا لأن محمود عبد المنقيم قهربة لو نبص على أداءه في المباريات في خلال السنتين الثلاثة اللي فاتوا لا الانطلاقة مع النادي الأهلي مع ختم الموسم الماضي وانطلاقة الموسم الحالي إن شاء الله الفترة جاءة قهربة هيكون أحد الدعام الأساسية ونجم هجوم خط هجوم النادي الأهلي خلال الفترة القادمة التزام ويبدو أن بيتسو موسماني المدير الفني الجنوب إفريقي فيه كيمية وفيه طريقة معينة في التعامل النفس تحديدا مع عدد من اللاعبين وضحت بشكل رائع مع محمد مجدي أفشا أول ما جاء بيتسو موسماني وظهر بشكل مميز جدا مع محمود عبد المنعم قهربة الإضافة التانية أو المكسب الإضافة اللي عايز أتكلم عليه أكرم توفيق أكرم توفيق من اللعيبة الباور قوي جدا في وسط الملعب لعيب محوري لعيب عنده قوة وعنده مخزون فني كبير جدا داخل ملعب بيؤدي على كل المستويات فإضافة قوية بجوار عمر السلية مع حمد فتحي مع أليو ديانج اللي بيتميز اللاعب المالي بالتمريرات الأمامية والتمريرات القصيرة اللي بتساعد المهاجمين على إحراز الأهداف فيما كسب عديدة بصراحة بأمانة مكسب إمبارح بخلاف التأهل لدول المجموعات لا قدر بيتسو مسماني يعمل تشكيلة يعمل توليفة في عناصر بديلة أحمد رمضان بيكهم من اللعيبة اللي جاية بشكل رائع الفترة الجاية بس الجمهور يستنى عليها شوية لأن جمهور النادي الأهلي دايما عايز اللعيبة تأدي وتطلع أفضل ما عندها لكن طبعا أحمد رمضان بيكهم مش غريب عن النادي الأهلي لعيب جوكر بيلعب في مركز المساج بيلعب في مركز وسط الملعب المدافع بيلعب بزهير أيمن فبالتالي اللعيبة هتستفيد بيه على جميع الأصعيدة وده هيظهر مع توالي المباريات وتلاحم المباريات فيه خلال الموسم الحالي بشكل عام مكسب مميزة جدا وبننتظر بقى أرعي التدولي أبطال إفريقيا يوم الجمعة القادم طيب هنتقل الحديث عن نتائج مباريات الدوري التمهيدي التاني بالأمس لعبة كان فيه أربع مباريات أقيمت بالأمس طبعا نادي الزمالك تأهل رسميا لم يلعب مع بطل تشاد وتأهل رسميا بشكل افتراضي طبعا إلى الدور القادم لكن أربع مباريات أقيمت بالأمس المفاجأة كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا بحق أول فوز لفريق جنوب إفريقي في أنجولا فاز بهدف مقابل لشيء رغم أنه تعادل في بريتوريا سفر سفر مع بطل أنجولا أول أغسطس وبالتالي كايزر تشيفز يتأهل لأول مرة إلى دور المجموعات خلال الفترة القادمة ويتأهل أول غسطس الأنجولي إلى كأس الكونفيدرالية سانداونز كسب بطل بتسوانا بسلسية وكان سبق الفوز عليه في بتسوانا 2-0 وبالتالي مجموعة المباراتين 5-1 الأهل والسونديب الأهل فاز 4-0 وكان فاز في الزهاب في نيامي العاصمة تننيجر 1-0 وبالتالي مجموعة المباراتين 5-0 والمفاجأة المدوية خسارة الرجاء البيضاوي المغربي بالأمس على ملعب مركب محمد الخامس برقلات ترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي نتيجة كانت مفاجأة للجميع وفريق تونجيس السنغالي بيتأهل لأول مرة إلى دور المجموعات لأنها كمان أول مشاركة لبطن السلغال بالمناسبة الأندية السنغالية لم تتأهل لدور المجموعات منذ حوالي 16 سنة آخر فريق سنغالي تأهل لدور المجموعات كان جندرك السنغالي في موسم 2004 فكانت نتيجة مدوية وبالمناسبة أرضية الملعب كانت سبب رئيسي في النتيجة اللي قالت إليها بالأمس لأن طبعا الفريقين لم يستطع أنهم يقدوا مباراة بشكل طيب وفريق الرجاء تأثر كثيرا بسوق أرضية تمركب محمد الخامس اللي تأثرت بسبب سقوط الأمطار والسيول في كازابلانكا وفي الضر البيضاء اللي موجودة منذ الصباح الباكر والنهاردة هيكون فيه تأثير كبير أيضا كمان على المباراة الثانية طيب هستعرض كمان فيه مباريات النهاردة نحن نتكلم شباب بولستاد الجزائري أقصى جرمه يا الكيني وتأهل بطل الجزائر الهلال وأشانتي كوتوكو فيه مشكلة في المساحات وتحليل كوفيدا 19 فيروس كورونا فريق الأشانتي بيشك فيه العينات والتحليل اللي طلقت لأن فيه عدد كبير جدا من اللاعبين نتيجهم كلها إيجابية ونادي الهلال بيقول خلاص فريق أشانتي كوتوكو مش بيكمل العدد الرسمي لوال 11 في الملعب زائد 4 على الدكة فبالتالي الهلال السوداني بيطالب أنه بيتأهل إلى دور المجموعات في النهاية ننتظر قرار الاتحاد الإفريقي إما بتحديد موعد آخر أو تأهل الهلال طبعا اللايحة بتقول الهلال بيتأهل لكن بطل جانا كوتوكو بيقول أن فيه مشكلة فيه العينات حسب ما علمت أن فيه منصق طبي بيقوم موجود في هذه المباريات العينات ما بتبقاش ملك الفريق الضيف لا ده بيبقى فيه منصق طبي موجود من الكاف في هذه المباريات مع مراقب المباراة والمنصق الأمني لهذه المباراة مزمبي بيلعب مع بونجيدي مزمبي متقدم التراج متقدم على أهل بنغازي سيمبا متقدم على بلاتينيوم إنيمبا والمريخ تعادل وأيضا كمان المريخ يعني كسبان في السودان 3-0 فيه مباريات أخرى فيتا كلاب مع يانج بوفلز السفاقسي مع موليدية الجزائر بيترو أتليتكو مع ناكنر الديفلز حريكو ناكري مع راسنجلوب بطل أبيتجان ومباراة الوداد والملعب المالي وحسب ما علمت قبل بداية الحلقة أن مسؤولي نادي الوداد طلبه من الاتحاد الإفريقي تعجيل المباراة نظرا لأن طبعا التوقيت تأوي سقوط الأمطار هيأثر على أرضية الملعب لكن في النهاية في مشكلة بسيطة أو مشكلة تقدر تقول ممكن تكون بسيطة أو ممكن تكون كبيرة القرعة يوم الجمعة أي تعجيل أقصى حد اللي ممكن يكون 24 ساعة لكن بعد ذلك هتكون في مشكلة لأن هنا هتخش في مشكلة التصنيف لازم تعرف مين الفرق اللي تأهلت بشكل رسمي إلى دور المجموعة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسا مكملين بحضراتكم باقي فقرات برنامج التريند اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر